بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله أخواني الكرام وأخواتي في درس اليوم درس حل المعادلات والمتباينات الأسية شفنا في الدرس السابق كيف نحل المعادلات الأسية بطريقة توحيد الأساس في الطرفين من خلال معرفتنا لقوة الأعداد الطريقة هذه لا تصلح إلا إذا كان الأساسين استطيع توحيدهم مع بعض أو كانوا قوة لعدد واحد فهنا استطيع استعمال هذه الطريقة لو اختلفت الأساسات ما أقدر أوحدهم على أساس واحد هنا في طريقة ثانية إن شاء الله سنأخذها في نهاية هذا الفصل بإذنه تعالى لكن اليوم هذه الطريقة تحللنا العديد من الأسئلة فإن شاء الله تكون طريقة بسيطة للجميع نبدأ على بركة الله في ذكر محاور هذا الدرس ونكملها طبعا أخذنا حل المعادلات الأسية وكيف نكتب دالة الأسية اليوم نتكلم عن مسألة الربح المركب وهي مسألة اقتصادية مهمة جدا وبعد ذلك سنتكلم عن حل المتباينات الأسية تكلمنا أيضا عن فقرة لماذا وذكرنا أن من أهم الأشياء أنه أو من أهم القواعد أنه إذا تساوى الأساس فإنه يتساوى الأس فبالتالي تكون الأكس تساوي واي والأكس صحيح بهذا الشكل بشرط أن طبعا البي تكون أكبر من الصفر والبي لا تساوي الواحد بعد ذلك أخواني الكرام وأخواتي أخذنا له كتابة الدالة الأسية وتوقفنا عند مسألة الربح المركب نقرأ الآن معا تستعمل دال دوال الأسية مساء تتضمن الربح المركب وهو الربح الذي يحسب المبلغ المستثمر اللي هو رأس المال مضافا إليه أي أرباح سابقة وليس فقط رأس المال كما هو في الربح البسيط الآن فكرتنا في الربح المركب لو كان عندي شخص مثلا استثمر ألف ريال بعد سنة مثلا يقول والله بتربح عشرة في المية فبعد سنة صار المبلغ ألف ومية لما أجي أحسب السنة الثانية ما أحسب الربح بناء على الألف اللي أولى وإنما أحسب الربح بناء على الألف والمية اللي أضيفت للألف فأدخل المبلغ الجديد اللي هو يعتبر ألف ومية فيطلع المبلغ اللي بيربحه هو عبارة عن مية وعشرة مثلا فيصير المبلغ الإجمالي كم ألف وميتين وعشرة يصير في زيادة كان مفروض ألف وميتين لو كنت أنا بمشي عليها بنسق العشرة في المية كل سنة لكن لأني قعد أدخل الربح مع الأرباح فبالتالي هذا يصبح ربح مركب أي أن كل ربح يركب على الآخر وبالتالي يتنامى هذا الربح معه على المدى البعيد طبعا تستعمل مسألة الربح المركب القاعدة التالية تذكرون قاعدة عامل النمو كنا نقول A ل T إذا تذكرون المبلغ الأساسي كنا نقول أو الشيء الأساسي بعدين كنا نقول واحد زائد R الكل أس T بهذا الشكل اللي اختلف الآن من هذا القانون أن A سمناها P من كلمة يعني يعني كعدد ابتدائي وقسمنا ال R على N وضربنا ال N في T يعني هذا اللي اختلف معنا في مسألة الربح المركب أننا قسمنا ال R على N وضربنا ال N في T والسبب في ذلك أن هنا ال N هذه تمثل عدد مرات توزيع الأرباح في السنة فتعرفون أن بعض الشركات مثلا تقول توزع الأرباح أربع مرات في السنة أو بشكل ربع سنوي فبالتالي هنا الربح يدخل أربع مرات في السنة فلو كنت أنا أخذ 10% على مدار سنة فلما أنت توزع على شكل ربع سنوي ففي كل راح أقسم ال 10% على كم على أربع مرات فيصير 2.5 وعدد مرات التوزيع ما عدا بيصير سنة واحدة أو مثلا خمس سنوات لا راح أضربها في أربعة لأن عدد مرات التوزيع هي خمس سنوات ولكن أربع مرات في السنة فيصير 20 مرة توزيع فبالتالي نضرب ال N في T فبالتالي نقسم ال R على N ونضرب ال N في T لكن هي نفس المسألة اللي أخذناها في عامل النمو في الدرس السابق نشوف المثال هذا استثمر حمد مبلغ 25 ألف إذن هذا هو المبلغ الأساسي في مشروع تجاري متوقعا ربحا سنويا مقدارا هو 4.2% بحيث تضاف الأرباح إلى رأس المال كل شهر ما المبلغ الكل المتوقع بعد 15 سنة؟ مقربا إلى أقرب منزلتين عشريتين راح ننخص المعطيات الآن أول شيء المبلغ الأساسي اللي عندي هو كم؟ هو 25 ألف طيب الربح السنوي اللي هو R اللي هو 4.2% وقلنا دائما الآن نكتبها على شكل عدد 10 فنقل صفر فاصل صفر أربعة أثنين بهذا الشكل عدد مرات التوزيع في السنة كم يساوي؟ قال لك التوزيع كل شهر فمعناته كم مرة في السنة؟ هيكون 12 مرة سنويا عندي اللي لأنه تساوي 12 وعدد السنوات اللي هي تي كم تساوي؟ 15 سنة بهذا الشكل الآن نريد أن نحسب كما بيطلع ليه الأخ حمد بعد 15 سنة إذا كان التوزيع بهذه الصورة فنكتب المعادلة اللي هي A تساوي P واحدا زائد R على N في N T بهذا الشكل المبلغ الأساسي 25 ألف واحد زائد صفر فاصل صفر أربعة أثنين دائما نكتب النسبة بشكل عدد عشري على 12 أسس 12 ضرب 15 بهذا الشكل الآن نبدأ على بركة الله ونحسب بقول 25 ألف ضرب أفتح قوس واحد زائد نفتح كسر صفر فاصلة صفر أربعة أثنين على 12 أطلع بره هنا وقفل القوس وارفع إلى أس 12 ضرب 15 نكتب المعادلة كما هي ونضغط يساوي شوفوا المبلغ صار 46888.66 هلا لا إذن المبلغ صار 46888.66 هلا لا طبعا نقول ريالا إذن هو في البداية استثمر 25 ألف ولكن بعد 15 سنة وفق هذه الشروط سيحصل على 46 ألف إذا تحقق الربح يعني بهذه النسبة بالشكل المتوقع سيحصل على 46888.66 هلا لا نشوف أيضا فقرة تحقق من فهمك نفس الفكرة نبغى نلخص المعطيات ونكتب القانون ونعوض فيها يعني الأملية مثل ما نرى عملية بسيطة المبلغ الأساسي كان 100 ألف ريال إذن نقول هذا هو المبلغ الأساسي 100 ألف ريال في مشروع تجاري متوقعا ربحا سنويا 12% 0.12 0.12 بحيث تضاف الأرباح إلى رأس المال مرتين شهريا شوفوا هذا ربح سنوي فإذا كنت أن أوزع مرة في الشهر أقول الأن 12 لكن إذا كان مرتين شهريا بتكون الأن كم 24 مرة سنويا وش الرابط؟ إن هذا نسبة سنوية سنويا وبالتالي أنا أبغى الأن اللي هي عدد مرات التوزيع خلال هذه السنة ويبغى هو الربح بعد خمس سنوات فبالتالي بنكتب القاعدة من يذكرنا في القانون يلا كلنا نكتب مع بعض بواحدا زائد R على N في N T بهذا الشكل فبالتالي رح أقول هنا مائة ألف واحد زائد صفر فاصلة اثناشر على 24 ضرب 24 ضرب خمس سنوات وين الآن الحاسبة؟ يلا نعوض مائة ألف عدوا معي الأصفار مائة ألف ضرب واحد زائد نفتح كسر صفر فاصلة وعشر على 24 نقفل القغص نرفع إلى أسكم 24 ضرب خمسة وبالتالي سيطلع معي الجواب 181 ألف وتسعمية وتسعة وثلاثين ريال وسبعة وستين هلا لا إذن 181 ألف وتسعمية وتسعة وثلاثين ونقول فاصلة سبعة وستين هلا لا يعني تقريبا بهذا المبلغ 181 ألف وتسعمية وتسعة وثلاثين وسبعة وستين هلا إذن لاحظنا المسألة هنا مسألة بسيطة جدا نفس مسألة عامل النمو تماما اللهم أنه صار فيه أدد مرات التوزيع إذن الاختلف أنه يمكننا في عامل النمو كانت أدد مرات التوزيع واحد يعني كانت الان هنا تساوي واحد والان هنا تساوي واحد لكن إذا صار فيه توزيع أكثر من مرة في السنة فبالتالي حيكون الان هنا لها قيمة وبالتالي تؤثر على هذا الناتج ننتقل الآن أيها الأخوة الكرام إلى حل المعادلات الأسية المتباينات عفوا حل المتباينات الأسية إذا كان الأساس أساس نمو كيف يكون أساس نمو؟ يعني أكبر من واحد وكان بي لإكس أكبر من بي لواي فإن إكس أكبر من واي يعني إذا كان بي أس إكس أكبر من بي واي فإن الإكس ستكون أكبر من إيش؟ أكبر من الواي هذا في دالة النمو اللي يكون فيها بي أكبر من الواحد أو الأساس أكبر من واحد أما في دالة الأضمحلال اللي هي تكون بين الصفر والواحد فرح نعكس فإذا كان عندك بي أس إكس أكبر من بي أس واي فإن الإكس ستكون أقل من إيش أقل من الواي بهذا الشكل فبالتالي إذا كانت الأساس أساس الضمحلال فبالتالي سنغير اتجاه المتباينة من أكبر من إلى أصغر من أو من أصغر من إلى أكبر من كذلك لو كان أكبر من أو يساوي ستنطبق نفس الأملية يعني تماما بس نحط يساوي بنفس المسألة إذا نفس الفكرة السابقة بس نبغي نوحد الأسس الست عشر والثمانية كلهم من قوى العدد 2 فالست عشر هي عبارة عن 2 أس 4 الكل أس 2 إكس ناقصا ثلاثة أقل من الثمانية اللي هي عبارة عن 2 أس 3 الآن سأقوم بضرب الأربعة في الاثنين إكس ناقص ثلاثة فبالتالي بتصير 2 أس 8 إكس ناقصا 12 أقل من 2 أو الثلاثة الأساس الآن هل هو أساس نمو ولا أساس ضمحلال إذن هو أساس نمو إذن هنا الأساس لاحظنا معي أكبر من الواحد فبالتالي نقول هنا البي أكبر من الواحد وبالتالي سننزل الآن بنفس الاتجاه المتباين 8 إكس ناقصا 12 أقل من كم أقل من الثلاثة نحل المتباينة هذه بقول أبنقل الثلاثة هذه للطرف الثاني وبالتالي بتصير 8 إكس أقل من ثلاثة زائدان 12 8 إكس أقل من 15 نقسم الطرفين على كم؟ على ثمانية بهذا الشكل وبالتالي ستصير الإكس أقل من كم؟ الإكس أقل من 15 على ثمانية 15 على ثمانية طبعا 15 تقسيم ثمانية ستكون يعني ممكن نعتبرها 1.875 بهذا الشكل 1.875 بهذه الصورة طبعا لو إحنا سوينا خط الأعداد الآن وهذه هي الواحد فاصلة 875 الفترة هنا بتكون فترة مفتوحة أو إلا فترة مغلقة؟ بلا شك أنها مفتوحة ليش؟ لأن هنا ما في مساواة ما في مساواة عندي وكون أقل منها إذن هذه هي فترة الحل هذه هي فترة الحل فبالتالي نقول أن فترة الحل فترة الحل ستكون من السالب ما لنهاية إلى الواحد فاصلة ثمانية سبعة خمسة بهذا الشكل أو 15 على ثمانية نكتبها كذا أو كذا طيب نشوف تحقق من فهمك بنفس الطريقة لاحظ عندك الثلاثة والمئتين وثلاثة واربعين كلها من قوة العدد ثلاثة فبالتالي بقول الثلاثة بتركها كما هي أس 2 أكس ناقصا واحد أكبر من أو يساوي واحد على ثلاثة أس خمسة طيب العدد اللي يكون في المقام هذا وش يسوي فيه اللي يكون في المقام أصاعدها فوق يصير بيش يصير بالسالب فيصير والسالب خمسة بهذا الشكل لاحظ أن الأساس الآن تشابه والدالة دالة إيش دالة نمو لاحظ أن الأساس تشابه والدالة دالة نمو فبالتالي منقول هنا أن البي أكبر من واحد وبالتالي هنا عندنا نمو أسي وبالتالي أنزلها تصير 2 أكس ناقصا واحد أكبر من أو تساوي السالب خمسة أنقل السالب واحد للطرف الثاني تصير سالب خمسة مع موجة بواحد أكبر من أو تساوي سالب أربعة وبالتالي الأكس أكبر من أو تساوي سالب أثنين وبالتالي لو حبيت تسوي خط الأعداد يعني نسويه هنا بشكل بسيط نقول هذه السالب أثنين وراح يصير هنا مغلق ولا مفتوح يصير مغلق لأنه فيه مساواة وأكبر الأكس أكبر من السالب 2 إذن ستكون فترة الحل هي من وين إلى وين من السالب 2 مغلق إلى المالة نهاية مفتوح المالة نهاية دائما تكون مفتوحة كما ذكرنا لكم سابقا نفس السؤال بالضبط هنا 32 هي عبارة عن 2 أس 5 فبالتالي يبقى 2 أس X زائد أن 2 أكبر من 1 على 2 أس 5 وأصعدها فوق تصير كم؟ تصير 2 والسالب 5 خلاص هذه دلة نمو أنزلها بنفسها تجاه أقول X زائد أن 2 أكبر من السالب 5 أنقل 2 للطرف الثاني وبالتالي تصير X أكبر من سالب 7 وبالتالي يمكن أن نقول مباشرة في فترة الحل ستبدأ من السالب 7 وانت طالع فبالتالي تصير سالب 7 إلى ما لا نهاية بهذا الشكل إذن في المتباينات يهمنا أن نحن نعرف هل هي دالة المولة أو دالة الضمحلال لأنه ينبني عليه هل أبقي اتجاه المتباينة كما هو أو أغير اتجاه المتباينة على حسب الحل لكن نفس الفكرة التي في المعادلات أن نحن نوحد الأساس ما بين الطرفين هي قائمة بهذا الشكل وبذلك نكون بحمد الله تعالى أخواني الكرام وأخواتي انتهينا من درسنا الثاني لكن ما يمنع أن ناخذ بعض المسائل من الكتاب ومن الاختبار التحصيلي يلا نسمي بسم الله قالك استثمر حسن مبلغ سبعين ألف متوقعا نسبة أربعة فاصلة ثلاثة بحيث تضاف الأرباح إلى رأس المال كل شهر لاحظنا هنا كل شهر فمن ربح المتوقع بعد سبع سنوات فنكتب المعادلة راح نقول أن المبلغ الأساسي هو سبعين ألف واحد زائد صفر فاصلة صفر أربعة ثلاثة ولأن كل شهر معناها اثنى عشر مرة في السنة واثنى عشر مرة في سبع سنوات وطبعا هنحتاج الآلة الحاسبة في ذلك المسائل سبعين ألف ضرب واحد زائد نفتح كسر صفر فاصلة صفر أربعة ثلاثة على اثنى عشر نكفل القوس أس اثنى عشر ضرب سبعة وبالتالي المبلغ سيصير تقريبا أربعة وتسعين ألف وخمسمية وثلاثة وثلاثين ريال يعني أقرب جواب لنا هو الجواب إيش؟ الجواب باء تقريبا هو الجواب باء نرى السؤالي بعده هنا قال لك أربعة أس ثنين أكس هنا طبعا بتحول هذه إلى الاربعة أس ستين تحولها إلى أربعة أس ثلاثة تحولها إلى أربعة أس ثلاثة مرفوعة لثنين أكس فبالتالي بتقول أثنين أكس زائد ستة أقل من أو تساوي ثلاثة في أثنين أكس ناقصا أربعة ونحل المتباينة ثنين أكس زائد ستة كما هي أقل من ستة أكس ناقصا 12. ننقل الحين 2x لهذا الطرف. وننقل 12 لهذا الطرف. وبالتالي ستكون هنا عندك 6x ناقص 2x أكبر من. وهنا عندك 6 زائدين 12. يصير 4x أكبر من 18. وبقسمة الطرفين على 4 سنحصل على أن x أكبر من أو تساوي 4.5. فالx أكبر من أو تساوي 4.5. فمعناها تبدأ من 4.5 مغلق إلى المال نهاية. إذن هذا هو الجواب الصحيح. أيضا من أسئلة اختبار التحصيلي. هذه معادلة وليست متباينة. قالك 16 في 2 على 3. 2x يساوي 81. فهين عشان أحلها. ممكن أن أقسم الطرفين على 16. 16 راحت مع 16. لاحظ أن أنا بقى معك 2 على 3 أس 2 x بهذا الشكل. أنا أريد أن أوحد الأساس. وعندي هنا 81 تقسيم 16. طيب 81 أليست هي 3 أس 4؟ وال 16 أليست هي 2 أس 4؟ إذا ممكن أعتبرها بأنها 3 على 2 أس 4. الآن هل توحد الأساس؟ لا ما توحد. لاحظ الأساس هنا هو 2 على 3 وهنا 3 على 2. إذن بشكلب. لازم أشكلب وحدة منهم. فإذن بخلي هذه 2 على 3 أس 2 x كما هي تساوي. أخلي هذه 2 على 3 بس بدل الأربعة أحطها سالب أربعة. إذن هنا أنا شكلبت. وبالتالي الآن توحد الأساس. طالما أن توحد الأساس أنزل الأساس وأقول 2x تساوي سالب أربعة. ومنهم فإن x تساوي سالب أثنين. وبالتالي لاحظ أن الجواب الصحيح هنا هو ال-B. أيضا هنا مسألة قالك 2 على سالب أربعة. 1 ناقصا x تساوي سالب أثنين. يعني بهذا الشكل. أيضا ممكن نحن نقوم بضرب الطرفين في الوسطين. يعني نقوم بعملية المقص. فبالتالي رح أقول أثنين ضرب واحد يساوي أثنين. وهنا بيصير عندك سالب أثنين ضرب سالب في أربعة وسواحد ناقصا x يعني بهذا الشكل. لاحظ السالب مع السالب بيروحون. هنا بيصير موجب. ولو قسمت الطرفين على أثنين بيطلع معاك هنا أن هذه واحد تساوي أربعة. طبعا أثنين أيضا تروح معا أثنين. يقال لك أربعة وسواحد ناقصا x. طبعا إذا جيت توحد الأساس وتخلي هذه أربعة وصفر وبالتالي رح نقول أن لأن الواحد هو عبارة عن أي عدد وصفر وبالتالي رح نقول أن واحد ناقصا x يساوي صفر وبنقل السالب x للطرف الثاني فبالتالي سنلاحظ أن الواحد تساوي x وبالتالي الجواب الصحير هنا هو b أو b نشوف أيضا هذا السؤال هنا نحتاج توحيد الأساس فالأثنين تعتبر الثاني أو الاربعة وستين تعتبر 26 ونرفعها إلى البست تصبح السالب 6 وبالتالي نقول x زايد 2 أكبر من السالب 6 أكبر من السالب 6 تصبح x أكبر من السالب 8 أكبر من السالب 8 هنا هو a نختم بهذا السؤال أيضا لاحظ هنا 16 ليست من قوة 8 بعض الطلاب يخطي يقول 8 4 هذا خطأ الـ 16 ليست من قوة العدد 8 لكن الـ 16 والـ 8 كلهم من قوة العدد 2 فأنا هذه بأعتبرها 2 أو 4 وهذه بأعتبرها 2 أو 3 فبالتالي يقال لك 4 في 2x ناقصاً 3 أكبر من 2 أو 3 اللي هي بتصير 3 هنا طبعاً هذه حليناها سابقاً اللي هي قلنا x يعني هي نفس المثال بالضبط اللي حليناه وبذلك نختم هذا درسنا من خلال حلنا لهذه التدريبات أتمنى أن يكونوا فقد في طرح هذا الدرس الجميل والشيق إن شاء الله في الدرس القادم سنتعلم مبدأ أو مفهوم اللغة رتم وماذا نقصد باللغة رتمات والدوال اللغة رتمية أتمنى أن تكونوا معنا دائماً حاضرين في قناتكم ومفضل قناة عين نلقاكم على خير في الدرس القادم وفي أمان الله